النهاردة عيد تحرير طابة كل سنة واللي حرروا سينا واللي حرروا طابة طيبين كل سنة والشعب المصري بخير ويا رب يزيل هذه الغمة عن العالم ويسود السلام ليعم الرخاء وتنتهي الأزمة التي نعيشها والتي خرجت من رحم تلك التحديات والحروب الموجودة بين الدول النهاردة بتحتفل مصر وبيحتفل الشعب المصري بعيد تحرير بقعة غالية من التراب الوطني وهي سيناء الحبيبة في قلب سيناء الحبيبة طابة الحبيبة في مثل هذا اليوم النهاردة 19 مارس سنة 1989 وبعد مرور سبع سنوات من النضال الدبلوماسي والتفاوضي مع الجانب الإسرائيلي بمفاوضات وتحكيم دولي استطاع رجال مصر رجال الدبلوماسية ورجال القانون ورجال التاريخ والمؤرخين الانتصار في معركة طويلة معركة منهكة معركة غير مسبوقة من النضال لكن هذا النضال كان نضالاً دبلوماسياً ولم يكن للنضال الدبلوماسي النجاح لولاً النضال العسكري الذي ارتوت أرض سيناء بدماء الشهداء الأبطال معارك تلو معارك وانتصارات وإخفاقات تبقى الدولة يبقى الشعب تبقى الأمة وهذه هي الحياة انتصارات وانكسارات لكن النهاردة يوم فريد يوم ربما لم نعهد مثله رجعت سيناء لكن لم تكن كاملة كان فيه نقطة جزء كبير صغير هو جزء من أرضنا جزء من لحمنا جزء من عرضنا لم يكن أبداً لأي مخلوق أن يقبل بالتنازل أو التفريط في حبة أرض من حبة رمل من رمال مصر زي ما احنا شايفين العالم المصري ارتفع فوق طابة مرفرفاً إذناً بعودتها إلى الوطن الأم ده كان زي النهاردة 19 مارس سنة 1989 يعني النهاردة بنحتفل بالذكرى رقم 33 33 سنة مضت على هذه اللحظة الفارقة التي نتذكرها جميعاً بكل إكبار وبكل حب بكل وطنية وبكل فقر وبكل اعتزاز تحية لهؤلاء الرجال الذين شاركوا شاركوا في هذه المعركة الطويلة التي استمرت سبع سنوات متصلة تذكرني بهذه الحرب الضروس حرب السنوات الست من 67 ل73 حرب الاستنزاف حروب خضها الأجداد والأباء لتكون براساً لنا وتكون مضيئة للطريق أمامنا خلال معاركنا الحالية عندما نرى ونقرأ ونتابع هذه الحلقات النضالية للأباء والأجداد ربما تصغر أمامنا تصغر أمامنا مشاكلنا وتحدياتنا لكن ربما نستدعي من التاريخ ما يعيننا على تحمل تبعات هذه اللحظات الراهنة التي يعيشها العالم كله ومنهم الشعب المصري في لحظات صعبة للغاية في ظل حروب وتوترات غير مسبوقة على الكرة الأرضية مبروك مجدداً للشعب المصري مبروك مجدداً للقوات المسلحة المصرية مبروك مجدداً للدبلوماسية المصرية المدرسة العريقة العظيمة التي احتفلت منذ أيام بمرور 100 عام على تأسيس وإنشاء وزارة الخارجية 100 عام على أن مصر تكون دولة حرة دولة مستقلة لها من يتحدث باسمها في الخارج وهي وزارة الخارجية لسه من يومين ثلاثة شفنا وزارة الخارجية بتحتفل بمقوية إنشاءها وتأسيسها ووزارة الخارجية كانت رمز للاستقلال استقلال مصر الحقيقي ربما الجلاء تحقق فيه مع ثورة 23 يوليو 52 لكن قبلها وفي أعقاب ونتائج ثورة 19 وما جاء من إعلان 28 فبراير وما جاء بعدها من دستور 23 دستور الأعظم في تاريخ الدولة المصرية وأصبحت مصر دولة حرة ومستقلة عن الغرب عن بريطانيا حرة مستقلة عن الشرق عن الدولة العثمانية وبذلك كان عندي وزارة خارجية النهار ده احنا في سنة 2022 سنة 1922 تم تأسيس هذه الوزارة ووزارة الخارجية تصريح 28 فبراير سنة 22 من 100 سنة تمام بالتمام والكمال ربما كانت من نتاج ثورة 19 نضال من اللي كان بيناضل أجددنا في سنة 1919 والنهار ده احنا في 2022 100 سنة واثنين يمكن على سورة 19 النتائج بتاعتها النهار ده بنحتفل علشان كل واحد يعرف انه النضال مش جديد النضال والكفاح والتحدي ده بنتورسه جيل وراجيل ولما نقرأ التاريخ بجد ونقرأ التاريخ بحياد ونقرأ التاريخ غير المزيف نعرف انه أجدادنا وأبأنا كلهم كانوا عظماء لابد أن نعيد قراءة وكتابة التاريخ حتى تعرف الأجيال الحالية ماذا قدم الأباء وماذا قدم الأجداد لكي نستلهم العبرة نستلهم العظة وما قاموا به أمر يحتذا وإحنا على الطريق سائرون